موسيقى أنت عبقري جداً لا يستطيع غيرك رسم صورة كهذه كم أنت طفل رائع عبارات نرددها على مسامع أطفالنا بكل ثقة ونعتقد أنها ضرورة لتشجيعهم ولكنها قد تأتي بنتائج عكسية موسيقى ربما نعتقد أن متح أطفالنا أمر بسيط بضع كلمات نلقيها على مسامعهم عن مدى ذكائهم أو تفوقهم على غيرهم ولكن لا ندري أن الحقيقة هنا تجعلهم يعتقدون أنهم متميزون بحد ذاتهم وليس لأفعالهم والمديح الصحيح أن نركز على العمل والمجهود فنقول مثلاً يبدو أنك بذلت جهداً واضحاً لتصل لتلك النتيجة كم كان عملك رائعاً ولا مانع من إضافة بعض الكلمات البسيطة مثل أنت جميل اذكر نقاط التمييز الخفية في طفلك ولا تجعل المدح على المذاكرة أو إنجاز المهام المنزلية فقط فهناك أشياء وصفات كثيرة في أطفالنا بعيداً عما نعتبرها مجالات ضرورية للتمييز فربما يكون الطفل جيداً في الرسم أو العصف أو العلاقات الاجتماعية ليس المدح وحده ما تحتاجه بل العتاب أيضاً ولكن حاذر لا تترك لنفسك العنان لعتاب دائم فالطفل سيمل من ذلك ولن يغير ما تقوله شيئاً مع الوقت درب نفسك على التغافل ولا يعني هذا أن تفوت الأخطاء الكبرى التي تحتاج شكلاً من أشكال العقاب المقبول كأن تحرمه من لعبته وقتاً محدداً أو تحذره من تكرار خطأه لا تنسى أنك ربما تقضي على قدرات طفلك من دون أن تدري فتطلب منه دوماً أن يدعن لكلامك ولا يناقشك تخيل قليلاً معي كيف ستكون شخصية طفلك بعد سنوات بناء شخصية أطفالنا يشبه تلك اللعبة نضع مكعباً فوق الآخر باتزان وهدوء ولا ننسى أن نتأكد من أن الأساسات متينة ترجمة نانسي قنقر